بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري من دون فضل من أحد عليك من دون أن يمن عليك أحد يتفضل عليك أحد فقط الله يتفضل عليك فقط الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك ولا يمن عليك اقرأ هذا الدعاء اقرأ هذا الدعاء كثير من الناس مع الأسف عندما يقضي لك حاجة يمن عليك ويوذيك بكلماته وربما يحرجك في هذا الموقف ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي بلا من أو أذى ماذا تقول؟ تقول اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة وارزقني من فضلك ما تغنيني به عن سائر خلقك ولا أشتغل عن طاعتك ببشر سواك لا ألتفت إلا إليك لا أطلب الحاجة من الآن إلا منك اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني المعيشة وارزقني من فضلك ما تغنيني به عن سائر خلقك ولا أشتغل عن طاعتك ببشر سواك هذا الدعاء دعاء مهم يقرأه جميع علمائنا الأعلام لقضاء حوائجهم من دون من أو أذى من الناس برنامج صباحات ولا أيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام موسيقى